بين الجبال هناك أناس آخرون ذهبوا إلى قرى في سوريا وهناك أناس ذهبوا إلى بعض المدن إلى أقاربهم يعني حالة مأساوية ربما عدد النازحون الآن من هذه المدن يقرب إلى 150 ألف أو أكثر والأغلب متجهين إلى الأراضي التركية يعني حسب ما نعم ومن المؤسف يعني أن هذا البلد سوريا أهل بلاد الشام الذين كانوا هذا الشعب الذي كان أما حنونا على مر الأزمان لكثير من الشعوب والله يؤسفنا أشد الأسف أن يصل به الحال إلى هذا الشكل يعني كما قلت لك النازحون الآن ربما أكثر من 150 ألف وهذا أمر في غاية الأهمية والأمر الأهم من ذلك يعني أريد أن أنبه أن كل ما نسمعه الآن من الجرائم ومن الانتهاكات هو ما فاض عن الوعاء فالنظام حاول إلى حد معين ارتكب عدة جرائم وحاول إخفاءها ولكن حينما اكتمل الوعاء والإناء وفاض سمعنا بهذه الجرائم وإلا ما الذي يجعل السلطات تسلم الطفل حمزة وتامر وغيرهم إلى أهلهم علما أن هناك آثار للتعذيب والقطر وكسر الرقبة والحرق بالسواقير إلى غير ذلك ما الذي يجعل النظام يسلم الجثث فهذا أمر نفسي المجرم حينما يرتكب آلاف الجرائم تصبح كشف جريمة أو جريمتين سهلا كنت أصدح منك أستاذ محمد كان الحديث دائما وحتى أغلب الضيوف الذين نصدفهم يقولون أن الجيش العربي السوري لم يتورط حتى هذه اللحظة في هذا العنف وفي هذا القمع يقال أن هذه فرق مختلفة لكن حتى الآن إذا كان الأخبار تقول أن الجيش هو الذي تحرك للشغور ولمعارة النعمان هل الآن من المنصف القول بأن الجيش حتى الآن لم يتورط في مثل هذه الأعمال وما زالت محصورة فقط في ألوية معينة؟ هذا كلام لا يتكلم مع العقلاء أنتم رأيتم وكل العالم رأى عشرات الكذبات الواضحات التي يستخدمها ويمارسها الإعلام السوري من ذلك هذه الفضيحة العارمة الصارخة قضية المظاهرات في قطر نقلوا صور أن هناك مظاهرات وعمليات قتل وسجن واعتداء ودمار بمنطقة ليس فيها شيء فقضية الكذب في الإعلام السوري الآن حقيقة يجب أن لا يسمع له ولا يلدغ المؤمن مجحر واحدة مرتين وكلكم رأيتم عشرات الفيديوهات والأمور التي أثبتت كذب الإعلام السوري بشكل صارح لذلك هذا كلام فارغ مئة بالمئة والفيديوهات منتشرة بالآلاف والأخبار تأتي من قبل الملايين أن الجيش والأمن هو الذي يقتل وهو الذي يغزو سنعود معك إلى استضاحة أكثر لموضوع الجيش لكن في أيضا يوتيوب أو كليب أيضا هو لافت بعض الأطفال الذين صروا على الاعتصام فاعتصموا داخل بيوتهم كمطالبة أو كتعبير وربما تعبير بريء عن احتجاجه على ما يجري للمشاهدية هذا اليوتيوب نعود بعده لاستكمال الإطلال على الشأن السوري ها قد انتهت المدارس وبدأت العطلة الصيفية التي استقبلها الأطفال بالرعب من صوت الرصاص واعتقال الآباء وهكذا أبدو عن رأيهم بالنسبة لما يجري الآن من الملادر أطفال داخل المنازل أيضا يعبرون بطريقتهم الخاصة أول ما يجري في بلدهم لديك تعليق سيد محمد؟ لا تعليق لم أنتبه إلى هذا الفيديو جيدا طيب دعني أعود بعضك برة أخرى إلى التطورات الأوضاع الميدانية اليوم ما طبيعة الحديث عن انفصال أو عن انشقاق داخل الجيش وحقيقة أن الألوية الميدانية أو المحلية تنشق نعم هناك حقيقة عدد كبير من الانشقاقات ولكن ننبه الأخوة في الجيش الشرفاء الذين امتنعوا عن قتل إخوانهم أن هناك الآن خطة لتجنيل بعض الضباط الذين يدعون إلى الانشقاق وذلك لكشف كل مجند يريد أن يشق ويريد أن لا ينفذ أوامر النظام بالقدر والتدمير ولكن بفضل الله هناك عدد لا بأس به الآن من الانشقاقات وهذا الأمر كسر الحاجز النفسي عند الشرفاء وربما نسمع في الأيام اللاحقة انشقاقات كبيرة جدا إن شاء الله وهذا الأمر طبعا معول عليه كثير يعني نناشد الجيش الآن المعول الرئيس على هذه الانشقاقات على الشرفاء من الجيش العربي السوري طيب إذن مشاهدي الكرام سنواصل الحديث في أشياء السوري والطورات الشياء السوري لكن في هذه اللحظات أيضا نفتح المجال لكم لمن يرغب بالاتصال بالمشاركة بالإبداء برأيه بتزويدنا بأي شهادة ميدانية على مدار هذه النصف ساعة الباقية وأيضا سنستمع لتعليقاتكم وجنب إلى جنب حوار بعض ضيفنا محمد الطريفي لكن خاصة ميدانية للآن كل يتطلع والكل يعني يريد أن يسمع أو يعرف أي معلومة حول ما يجري في معارة النعمان وفي جسر الشغور وفي مختلف المحافظات فنحن في انتظار اتصالاتكم على الهاتف الظاهر الآن على الشاشة سيد محمد فيه تساؤل يعني دعني أطرح معك كثير عن غياب دور العلماء في سوريا أين مشايخ الشام وعلماء سوريا أين بياناتهم أين حديثهم حول ما تمر به البلاد اليوم يعني حقيقة أن دور العلماء دور حاليا مخزي للأسف طبعا لا ننسى دور بعض العلماء الشرفاء كفضيلة الشيخ قارئ بلاد الشام الشيخ كريم راجح وفضيلة الشيخ أسامة الرفاعي وهؤلاء بفضل الله أعلام صدق من قبل ومن بعد أنا أذكر أساتذتنا من العلماء أن الله سبحانه وتعالى أخذ عهدا على العلماء ببيان الحقيقة وعدم كتمها وذم الله تعالى قوما آخرين فقالوا ويكتمون الحق وهم يعلمون فأقول لبعض العلماء كفاكم 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 استهتارا بعقول العقلاء البعض يقول إن السمع والبصر والفؤاد ويستشهد بهذه الآية لقضية عدم التظاهر ونحن نقول والله إن السمع وإن البصر وإن الفؤاد هذه الأجهزة الإلهية التي ركبها الله سبحانه وتعالى بالإنسان هي التي تكشف لنا أن الذي يقوم بالقتل وبالجرائم وبالإبادة إنما هو النظام السوري فاتقوا الله سبحانه وتعالى يعني العالم كله يتساءل ما الذي يجعلكم تقفون هذا الموقف ألم تسمعوا أن الصلاة التي هي عماد الدين أنا أخاطم المشايخ الآن بعقيدتهم ألم تسمعوا أن الصلاة منذ زمن بعيد ممنوعة في الجيش العربي السوري وفي كل أفرع الأمن هل يمكن أن لا يصل إليكم هذا الخبر المتواتر الخلاف الآن مع بعض العلماء ماذا يقولون يقولون أنه ليس عندنا بينا أنا أقول أيها العلماء أنتم ألزمتم الأمة بمنهج اسمه الأحاد يعني رواية الأحاديث الآن البخاري ومسلم والترمذي والنساء وغير ذلك نحن قبلناها بخبر الواحد يعني هناك مجموعة من الثقات قالوا نحن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا واعتبرتموه حجة في كل الدين فلماذا أيها العلماء أو بعض العلماء وأنا أعلم أن هناك عددا لا بأس به من طلاب العلم ومن المشايخ ومن أهل الصدق ذهبوا إلى فلان وفلان وفلان إلى بيوتهم وأخبروهم بتفاصيل تحصل على الأرض رأوها بأعينهم ثم بعد ذلك يقول أحدهم أنا ليس عندي بينا ما هي البينة التي تطالب فيها أستاذ محمد دعنا أيضا سنعود الاستكمال لكن دعنا نأخذ أصوات من السوريين في الخارج وفي الداخل علي من الإمارات علي مساء الخير علي مساء الخير فضل علي ما الذي تريد أن تقوله في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية ما سمعتك الله عفوا بس معك علي تفضل طيب سنعود لك أنا بدون قطع الصوت في مشكلة أبو زيد أبو زيد من قبرص السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا وسهلا يا أبو زيد تفضل الله يعطيكم العاطة أول شي بترحم مع الشهداء بسوريا كل بجميع عنحاء سوريا وتحية إجلال لكل ضباط الأحرار والجنود الأحرار اللي ينشقوا عن الجيش يا أخي هذا اللي عم يصير بسوريا شي ما بنحمل الله بعقل ولا في إنسان في عنده في عنده من الزر الدم بيقدر يتحمل هذا الشي اللي عم يصير بسوريا إحنا هون بالغربة والله لبنا عم تتقطع كلياتنا عم نشوفها المناظر هايدي لبنا من جوا عم تحترع وما عم يطلع بينا نساوي شي يا سيدي الدعاء يعني للجميع بتحسين الأوضاء الحمد لله والله عم ندعي الحمد لله وعم نصلي وندعي لها العالم شكراً أبو زيد دعني أنتقل للسعودية أبو محمد من السعودية مساء الخير أبو محمد ويعني هل لديك أي معلومات جديدة اتصالات مع الداخل شيء حول ما يجري في معارة النعمان أبو محمد لا أنا من السعودية ما أنا من سوريا ليش عندك اتصال الآن مع سوريا طيب أبو محمد يعني كيف تراقب الآن ما يجري في سوريا أنا والله يعني ودي الأخوان الضيوف اللي يجون أنت سعودي يعني أصلاً مش سوري فضل نعم أنا ودي تعطون فرصة لأحد العلماء المشهود لهم بيحاور الأشخاص اللي يقولون أن التظاهر هذا محرم يعطى فرصة في محطات الإعلام علشان يشرح وجهة نظرة بالأدلة ويبطل الأدلة اللي يدعونها العلماء اللي في الداخل اللي مضغوط عليهم النقطة الثانية الأخوان اللي أيضاً خارج سوريا أنه لو يساعدون الأخوان في الداخل بإعطاهم بعض الأعمال اللي ممكن يقومون بها غير التظاهر يعني مثلاً قطع الخطوط التموين على بعض الخطوط العسكرية خاصة المساعدات اللي تيجي من العراق لخط الدول